نروح لحي الأسمرات الحياة يمكن الخبر ده حي الأسمرات لكنه هو خبر برضو رياضي بعض الشيء حي الأسمرات شاهد انطلاق دوري رياضي ومشاركة أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات ضمن البرامج التبعوية اللي بينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ متحة وهبة المتحدة الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي صباح الخير على حضرك يا فندم أهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرك يا فندم وعلى كل السادش المشاهدين الكرام أهلا بيك لو تكلمنا عن الفعاليات والأنشطة اللي تم تنظمها ضمن هذا الدوري الدوري الرياضي للشباب المتطوعين في صدوق مكافحة الإدمان احنا عندنا في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيبيني القباج وزير التضامن ورئيس مجد صدارة الصندوق ننحيه بننفذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة داخل المناطق المطورة اللي هي بديلة العشوائيات زي الأصمارات وبشار الخير والمحروص والحداث أكتوبر وكتير من هذه المناطق من ضمن البرامج التوعوية التي نحن بالأمس عملنا وأطلقنا دوري الرياضي هدف الدوري الرياضي هو استثمار الرياضة لتوعيد شبابنا من أضرار وطعاط المواد المخدرة من ضمن برضو البرامج الحياة التوعوية اللي نحن بننفذها داخل المناطق المطورة نحن بنبقى عندنا توعية للأسر بأليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وده من خلال طبعا حملات ويطرق أبواب زيارات منزلية للأسر بنعرف الأسر لو لا أقدر الله عندها يعني أحد أبنائها بيطعاط مواد مخدرة إزاي تتواصل مع الخط الساخل السندوق مكافحة علاج الإتمان اللي هو 16-23 والحقيقة أن كل البرامج التوعية اللي بنفسها دي كانت تكليفات مباشرة من السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي وينكن في الاجتماع الأخير معالي الوزيرة الدكتورة نبيل القباش وزيرة التضامن الاجتماعي وقيت بتكسيف مثل هذه الأطشطة في المناطق التوعية من ضمن برضو أنشطتنا في المناطق المطورة أن احنا بنصح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كون المخدرات اللي هي بتساعد على نسيان الهموم على تنشيط الزاكرة على العمل على قدرة أكبر كلها الحياة من مفاهيم مغلوطة مرتبطة بطاعات المخدرات ممكن المفاهيم المغلوطة دي ما جتناش من فراغ احنا من خلال البيانات المتقدمين للعلاج عن طريق الخط الساخل للسندوق بنحلل هذه البيانات وبنشوف أبرز الدوافع لطاعات المواد المخدرة بالله الحياة من ضمن الدوافع للطاعاتي حب الاستطلاع والتجربة اللي مرتبطة بالمفاهيم المغلوطة اللي أشارت حضرتك عليها كمان ان احنا كمان داخل هذه المناطق المطورة افتتحنا أكثر من ست عيادات العيادات دي مهمة تنية تستقبل الأسر تستقبل مرضى الإدمان بنقتم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانة وفسرية العيادات دي فين يا فاندم؟ احنا طبعا بالنسبة لسندوق مكافحة وعلاج الإدمان احنا عندنا 28 مركز الاجي في 17 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية وكمان افتتحنا عيادات داخل المناطق المطورة ست عيادات دي عيادة في منطقة الأصمرات عيادة في بشار الخير في منطقة المحروصة في حداية اكتوبر دي عيادات بجانب المراكز العلاجية العيادات دي متواجد فيها أخصائيين متقصصين بيتقبلوا الأسر لتقديم المشهورة بيتقبلوا حتى كمان حالات المرضى واذا كان في الحالة بتستدعي لتحولها إلى أحد المراكز العلاجية العزيمة تابعا بالسندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخزامات العلاجية اليوم نحن عندنا مؤخرا استفدح لنا السيد رئيس الجمهورية ثلاث مراكز العزيمة تابعا بالسندوق مكافحة وعلاج الإدمان والحقيقة أن هذه المراكز بتتميز أن هي بتعالج وفقا للمعايير الدولية بمعنى أن علاج الإدمان عندنا في المراكز ما بيكتصرش على سحب السموم فقط ولكن هو كمان فيه تأهيل اجتماعي تأهيل نفسي حتى كمان تبقين اقتصادي بمعنى أن طوال فترة إقامة المتعافين داخل المراكز العلاجية بيتم تدربهم على حرف يحتاجها برامج هي من ضمن طبعا برنامج العلاج عندنا جزء اسمه برنامج العلاج بالعمل ويمكن هذا البرنامج هو الأوحد على مستوى الشرق الأوسط اللي بتتميز به مراكز العظيمة التابعة للتدوء مكافحة وعلاج الإدمان بحيث أن احنا نعيد دمج المتعافي إلى المجتمع مرة أخرى وبنمثله التمكين اقتصادي احنا مش بس كده كمان احنا أطلقنا مبادرة اسمها مبادرة بداية جديدة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بنتيح تمويل كروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين بسعيدهم على عدد الزمن بجانب كمان أن احنا عندنا خدمات فيما بعد العلاج زي ما حدث فيه بنعمل دور رياضي كمان للمتعافين بما أن حضرتك رجعت مورة تانية للدوري يا فنم أخيرا عايز أعرف من حضرتك طريقة اختيار المشاركين في هذا الدوري وكمان عايزين برضو نوضح للسادة المشاهدية فنم رقم استيخل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فيما يتعلق بالرياضي احنا عملنا بالأمس ويمكن بنعمل ده أستاذ متحط سمعني سمعني يا فنم فيما يتعلق بالدور الرياضي احنا زي ما حضرتك يعني عشارت احنا أطلقنا أمس دوري رياضي لأبناء المناطر المطورة دور الرياضي ده إن احنا بنستثمر ونعظم دور الرياضة في مواجهة مشكلة تعاطي المواد المقدرة وبنستثمر وقت شبابنا سواء فيه أجابة منتصف العام أو نهاية العام أما فيما يتعلق بالخط الساخل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو 16 دول 29 الحقيقة أنه هو بيقدم العديد من الخدمات سواء فيما تتعلق بالمشهورة سواء فيما تتعلق بالخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بمجرد ما يتصل بنا مرضى الإدمان مريض الإدمان على الخط الساخل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان احنا يعني كل اللي نطلوب منه هو يعني بنعرف إيه مادة التعاطي والفترة التعاطي والمحافظة اللي مقيم فيها بحزن نحوله إلى أقرب مركز علاجي متخطط أستاذ متحكين يعذرني لذيق الوقت فأنا مترأة حضارك سريعا جدا عشان بس نطمن أي حد بيسمعنا يا فندم لو موظف لو طالب أي مكان فيه سرية تم محدش هيتصل هيدار بهذا الاتصال مظبوط بالفعل يا فندم أي مريض عنده مشكلة مع تعاطي المواطن المخطرة سواء موظف سواء طالب سواء حضارك يعني مواطن عادي بمجرد ما بيتصل بخط ساخن 16 رسول 23 بيتم توفير الخدمات العلاجية وبنأكد في سرية تم بمعنى أنه بمجرد ما بيتصل حتى ما بنطلب منه بياناته الشخصية كل اللي بنطلبه منه هو المادة المقدرة اللي بيتعطاها فترة التعاطي المحافظة اللي مقيم فيها بحيث أن احنا بنوجهه إلى أقرب مركز متخصص قريب من محافظته فبالتالي وبنأكد ومن خلال برنامجكم المؤكر أن العلاج مجاني وفي سرية تم نشكر حضرتك يا فندم جزيل شكرا لأستاذ مدحة وهبق المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي